وإلى الشأن العراقي حيث نشد قائم مقام الفلوجة ومجلس محافظة الأنبار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإطلاق العمليات العسكرية لاستعادة الفلوجة من تنظيم داعش وصى أنباء عن موت مدنيين بسبب نقص الغداء والدواء مع تزايد تحذيرات المسؤولين في الأنبار ومخاوفهم على المدنيين في الفلوجة تسعى حكومة العبادي من خلال قواتها التي تحاصر القضاء منذ أسابيع إلى توفير ممرات آمنة للعائلات تساعد الراغبين منهم على الخروج إذا تمكنوا من التخلص من قبضة التنظيم الحالة في الفلوجة وصفها مجلس محافظة الأنبار بالخطيرة وتنظر بكارثة بسبب شح الغذاء ونقص الدواء وعجز الحكومة المركزية والسلطات المحلية عن إيصال المساعدات إلى العائلات المتضررة التي قدرتها المصادر الأمنية بعشرة آلاف عائلة قضى عدد منها بسبب الجوع داعش ترتكب مجزرة كبيرة بحق أبناء الفلوجة وبالتالي لا تستطيع القوات الأمنية أن تترك الفلوجة أو أي شبر من أراضي محافظة الأنبار تحت سلطة داعش وبالتالي هذه القضية تحتاج إلى جهد كبير وتحتاج إلى جهد دولي ربما الحكومة المركزية عاجزة عن أن تتعامل مع هذا الملف بهذه الطريقة خطورة الأوضاع خففت من حدتها العمليات المشتركة وقالت إن قواتها وفرت منافذ آمنة لخروج العائلات بدلا من الذي فخخه التنظيم كما جهزت فرقا لاستقبال العائلات من منفذ الفلاحات إلى الحبانية وآخر في عامرية الفلوجة من منطقة البدعيج وأن قوات أخرى تشن هجمات نوعية ضد داعش تساعدها طائرات التحالف بضربات جوية مكثفة مصادر مقربة من الحكومة أكدت ما تحدثت عنه العمليات المشتركة وقالت إن انطلاق معارك الفلوجة بات قريبا جدا لكنها وصفتها بالحذرة بسبب وجود المدنيين الذين سيستخدمهم التنظيم دروعا بشرية والمتفجرات التي نشرها في شوارع القضاء الذي يسيطر عليه منذ عامين مضيفة أن التحالف سيستهدف تجمعات داعش ومخازن أسلحته هناك